اشتركوا في القناة في كاس مصر كل ده اكتر هنتكلم فيه مع ضفنا اللي بنوارنا الناقض الرياضي محمد نجيب صباح الورد عليك صباح الورد سيدة اسمين ومكله سيدة مشاهدين خليني نتكلم بكرة على انه زي ما انا قلت في الانترو ان منتخبنا الولمبي هيلعب بكرة ان شاء الله امام نايجر في بطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 طيب ايه توقعاتك للي هيحصل والمباراة انت نية الصعود كمان هتكون ايه كل ده عايزين نعرف طبعا هي في البداية طبعا ان شاء الله يكون انت في حليف منتخب مصر بكرة ان شاء الله روجيرو مكالي المدير الفني البرازيل المنتخب الولمبي خاد قائمة متوازنة افضل لعيبة لشباب الموجودين على مستوى الدور المصري او حتى على مستوى الاندال كبيرة زي الاهلي والزمالك مباراة بش هتكون سهلا ان منتخب النيجر منتخب بيشارك للمرة التالتة في التصوات افريقا المهيلة للامبيات او بطولة افريقا المهيلة للامبيات عفوا فتبقى طبعا حتة صعبة شوية على الموديل الفني ان هو كمان يتفرج على الفريق ده او يشوفه منتخب اعتقد انه هيكون صعب المرة الشوية على منتخب مصر اكا ان شاء الله الى عناصر الموجودة تقدر ان هي تقوم بالمهمة يعني وحقق اول تلاتة بهم طب احنا منتكلم عن المنتخب الولمبي خلينا نعرف ابرز اللعيبة واسماءهم اللي انت شايفهم دلوقتي يعني كويسين او مهمين وفرقين كمان يعني في المنتخب طبعا هو مفيش يعني مما لا دع مجال الشك انا بريم عادل نجمة برامدز هو احد ابرز اللعيبة اللي موجودين في الدور المصري في سنه وكمان هو ابرز اللعيبة موجود في المنتخب الولمبي موجود كمان عندنا حمزة علي حارس مرمى النادي الاهلي واكيد طبعا حسان عبد المجيد نجمة نادي الزمالك حتى الخط الخلفي كله في نادي في المنتخب المصري اغلبه هيكون من العناصر اللعبت مع اوسوريو في الزمالك زي حسان عبد المجيد حتم سكر او حتى احمد عيد المعار الانبي فهي عناصر كلها مميزة ومبشرة كمان بالاضافة لمصطفى سعد ميسي وساما فيصل اللي بيلعبوه في سراميكا والبنك الايلي على الترتيب طبعا قيمك اصلا للمنتخب بشكل عام ايه طيب انا خلينا بس اتكلم وحرك في جزئية بسيطة شوية لها علاقة بالمنتخب بان دايما التوقعات او حتة التقييمات بتكون غير منصفة بالمر ممكن يكون منتخب بيشارك في بطولة غير مرشح للفوز باللقب بيقدر يحققها في الاخر هي لعبة لسه صغيرة مدير فني عنده من الامكانيات اللي يقدر يطور بها اللعبة دي وفي نفس الوقت انه يقدر يحقق بها المطلوب الموضوع كل معتمد على التوفيق وفي نفس الوقت العناصر تكون موفقة على مستوى الارض الملعب طبعا الزمالك او خلينا نروح لكاس مصر يعني نتكلم اكتر في كاس مصر زمالك مبارح كسب 3 واحد على فاركو فوصل طبعا لدوره بعنهائي فخلينا نتكلم اكتر عن النقطة دي ونتكلم على فوزه وشفت اصلا الماتش بشكل عام مبارح كان ايه انا شوف بالنسبة لي كانت نتيجة مفاجئة انا كنت متوقع ان فاركو هو اللي يحقق النتيجة الابرز يعني وانه هو يفوز بمغوره لا الاحباط ده ما ينفعش معاه لا 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 لان انا كنت متوقع ان طري العشرة هيقدم جيم كبير جدا خاصة ان مدرب الزمالك اصوري ولسه قدام كان لسه قدامه شوية وقت على انه يعرف الفرقة يعني لكن شفته على مستوى المبارح لا اصوري يقدر ان يوقف على الفرقة بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت كمان تغلب على الغيابات اللي موجودة عنده زي ما قلت الحريك انه هو بيلعب من غير حسين عبد المجين من غير حتم سكر ودول كانوا ابرز عنصرين على مستوى الخط الخالفي في الزمالك معاه في نفس الوقت ده بيوصلنا لاستنتاج برضو كبير جدا ان النادي الزمالك اصبح بما يدع مجال الشك اقرب يعني انه يختم الموسم على المربع الزهبي وفي نفس الوقت المشاركة في المكفر الموسم المقبل وكمان بالتدعمات اللي ممكن تحصل ان الفريه يكون جاهز للمشاركة بقوة في الموسم الجديد طيب احنا دايما بنشوف انه الزمالك عادتها لازم يدخل فيه جون هل ده من وجهة نظرك ان الدفاع محتاج الشغل عليه شوية الدفاع دعيف شوية لا هو الدفاع متأثر بغياب العناصر الاساسية زي الوينش او حتى حصان عبد المجيد في نفس الوقت حتة ان يكون عندنا حارس مش متمرس قوي اوي في الخبرات زي محمد صبحية على النقيد تماما موجود محمد عواد على الدكة ده كله اكيد بيأثر بشكل كبير على الشكل العام للفريق قوة نادي الزمالك بتتمثل في خط الوسط بتاعه وفي نفس الوقت الجناحين والمهاجم لكن على مستوى الخط الدفاعي عندهم مشاكل كتيرة جدا ودي حتى كمان اللي تكلم فيه اوسري وبعد الماتش لما قال ان نادي الزمالك او الفريق محتاج لمدافع على الاهل اللي كمان بيجيد اللعب بالقدم اليسر طب احنا من الزمالك نروح بعلي الاهلي طبعا الاهلي لسه فايز بكاس افريقيا وكده فانت شايف انه يعني اهو لسه ملعبش طبعا مبارياته فشايف انه حيئات دي ازاي في كاس مصر هل ممكن نشوف مفاجآت هل ممكن نشوف حيات مختلوعا هم رجعين يعني معنوياتهم في السماء ومرتفع فشايف ممكن يقادوا زي انا بالنسبة لكاس مصر انا شايف ان كده كده كاس مصر يفضل دايما طول الوقت هي البطولة اللي على مستقل العالم كله بيفهم مفاجآت الامور كلها تقد تكون سهلة جدا بالنسبة للنادي الاهلي على الورق او المعطيات بين الاسكواد عندنا مدرب متمرس اسم وارس الكولر بيقدر نعمل روتيشن ما بين اللعيبة فما بيظهرش اذا كان فيه لعيب غايب عن التشكيل الاساسي او لعيب بديل بيشارك هي دي النقطة اللي ممكن تكون مفصلية في ان الاهلي يتجنب بها مفاجآت الكاس لكن على مستوى انه بعد النشوة بتاعت فوز بطولة افريقيا وفي نفس الوقت اللي انتصارها على الوداد والمشاركة كمان في كاس عامل عندها كل ده النادي الاهلي تحديدا هو النادي الابرز في افريقيا اللي بيقدر نقلب الصفحة على طول بعد اي بطولة بيشارك فيها او اي فوز بيحق فاعتقد ان الامور هكون سهلة نسبيا على النادي الاهلي يعني عكس نادي الزمالك في بطولة كاس مصر عايزين كمان نكتلم عن تصريحات رئيس الاتحاد الافريقيا عن بدء بطولة السوبر ليج في اكتوبر المقبل يعني ان شاء الله والتغيير اسم البطولة طيب هو تغيير اسم البطولة علشان خاطر المشاكل اللي قابلت السوبر ليج بالنسبة لأوروبا ودي اللي خلت في الاخر ريال مريض هو اللي بيظل وحيدا متمسك بقامة البطولة مصيبي بيفكر في البطولة من ناحية الابعادة التسويقية اكتر من انه يفكر فيها من ناحية انه مثلا يبقى عندنا بطل زي النادي الالي او التراجي او الوداد او سان داونز اللي هم ابرز اربع عنديا موجودين في القارة هالامور كلها تبقى تسويقية بحتة بالنسبة للاتحاد الافريقيا فاعتقد ان مصيبي متمسك بقامة البطولة لان تسويقيا هي هتضر دخل كبير جدا على الاتحاد الافريقي وكمان الانديا اللي تبقى مشاركة فيها واعتقد بما لا دع برضو مجل الشك وبأكد على الجزئي دي ان المنافسة يكون منحصر ما بين الاربع عنديا اذا لم يستطيع الزمالك ابرام تعقدات كبيرة جدا تؤثر مع الفريق بشكل إيجابي طيب الاربع دول بقى انا قدر نقول لهم مين الاربع عنديا هم معرفين في القارة هو التراجي والوداد والاهلي وصندونز هم ابرز اربع عنديا وصلوا للأدوار الاقصائية في البطولات الافريقية حتى او ربع النهائي او نص النهائي في البطولات الافريقية اللي فاتت فاعتقد ان هم ابرز عنديا دايما هتكون عليهم الاعين المتسلطة طول البطولة بحيث ان هم يعرفوا قوام الاسكواد اللي هيكون داخل اللاعبة اللي تبقى موجودة كل فريق قادر ان يعمل ايه او التعقدات بتاعته حتى على مستوى الدولة نفسها طب هل الرجاء مش هيكون موجود في البطولة والزمالك؟ الرجاء والزمالك وبترو اتليتكو كل الانديا اللي شاركت في البطولات الافريقية على مدار التلات مواسم الاخيرة هيكون ليهم موجود لكن هي الفكرة كلها معتمدة على التصنيف القري هو الامور كلها معتمدة على التصنيف القري او التصنيف الدولي بمعنى صح اللي بيخليك في التصنيف القري بتبقى رقم واحد او اتنين او تلاتة اربعة ابرز اربعة عنديا هم اللي ذكرتهم لحضرتك حتى ولو على مستوى ان الترجي بعيد شوية لكن هو فريق متمرز في القارة بيقدر كمان ان يكون خصم صعب جدا لكل الانديا المنافسة لها طب خلينا نرتب الاربعة دول كده من وجهة نظرك واحد اتنين تلات اربعة تقول لنا كده تمام او لو من حيث التصنيف هيبقى الاهلي والوداد والترجي لكن لو حركت الكلمة على مستوى بقى ان الجمهور دايما بيبصوا الامور دي من ناحية ان انت مشجع او النادي او كده لا طبعا هيبقى الاهلي وسنداونز بعد كده الوداد بعد كده الترجي الناس شوية هتميل لسنداونز عشان الكرة بتاعتهم الحلوة اللي بيقدموها رغم ان هم غلبوا لالي خمسة لكن هم بيحبوا الكرة بتاعت سنداونز تحديدا طيب البطولة بقى العربية مشاركة الزمالك بقى فيها وقلنا كده وكلمنا عنها اكتر تفاصيلها ممكن تكون ايه تفاصيل البطولة طيب هلتفاصيل المادية معروفة الناس كلها هي طبعا هيكون اقوى بشكل كبير جدا من بطول الدور الابطال الافريقى نادي الزمالك هيكون مستفيد استفادة مادية كبيرة جدا من مشاركته فيها اه قد تكون الامور صعبة شوية بالنسبة للمجموعة مجموعة صعبة جدا النصر والشباب لكن اعتقد ان الناس الزمالك لو ابرم تعاقدات وده برضو مرتبط بدور السوبر لو الزمالك ابرم تعاقدات جيدة قدرت ان هي يعني تعمل عمقه في الاسكواد بتاع الفريق ان يكون المدارب عنده خيارات كتير متاحة انه يقدر يغير من طريقة اللقابة بتاعته اعتقد ان الزمالك ممكن يوصل لابعض نقطة فيها لكن ما توقعش ان الامور تكون سهلة في انه كمان يوصل لضر الاربع الانديال العربية تحديدا او الخليجية بشكل اخص اه عايزين اقول لقطة الخليجية يعني هل هيقدر يقابل نادي نصر بكامل نجوم وكريستيانو رونالدو وكوة الخارقة وكده هل هيكون قادر هو على زي ما قلت حراريك رصد ياسمين في البداية الامور على الوراء او في الملعب بتابع اسهل بكتير جدا من احنا نقعد نتكلم فيها بره ونقعد نصر التفاصيل اه هو معهم كريستيانو رونالدو طبعا اللاعب لما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عليه ولا نقول عليه اي حاجة فنية نفس الكلام تاليسكا عندهم لعبة كتير جدا مميزة في الدور السعودي والنصر تحديدا لكن انا بتكلم على ان في الملعب الامور هتبع صعبة جدا عن ندي الزمالك لو برضو ما ابرمش تعاقدات جيدة زي ما بقول له حراريك يعني كريستيانو رونالدو لو بيلعب وصد ندي الزمالك دلوقتي على مستوى الخط الخلفي الموجود كريستيانو رونالدو ممكن يهترك في المطشة يعني تلات اهداف ده ده لو الامور كانت سهلة خصوة انهم عندهم عناصر مميزة جدا وفي نفس الوقت النادي الزمالك على النقيد تماما ما عندهوش عناصر مميزة في الخط الخالفي طيب المركاتو بقى المشتعل دلوقتي يعني لتدعيم الصفوف بين طبعا الاهلي والزمالك وبيرامدز وفيوتش فعايزين اتكلم على ده اكتر وطبعا كل ده المنافسات الافريقية يعني تمام بالزرور والصفقات المحتملة يعني تمام انا بأكد لحضرتك ان في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي النادي الاهلي انسحب من صفقة موريكا موريك ابرز لعب الاهلي كان دايما حطوا على رادار الانتقالات بتاعته من ينايري اللي فات الاهلي كان في ينايري اللي فات محتاج مهاجم بشكل كبير جدا عشان خطر المنافسات لكن الامور كانت صعبة جدا عليهم مادين خصوصا ان كان بشكتاش محتاج اكتر من 4.5 مليون دولار دلوقتي الامور على الورقة متوقفة عند ان بشكتاش عايز 4 مليون دولار الاهلي عرض 3 مليون بس او 3.5 مليون ده اذا كان في مرونة من النادي التركي على الناحية التانية نادي الزمالك وبين شرقي بقى بالضبط بالضبط دي ابرز حاجة موجودة في الوقت الحالي هو ان النادي الزمالك قابقى وسينا وقدنا برضو من الله يعني ممكن النهاردة او بكرة بكتير نادي الزمالك يعمل او يستعير بن شرقي ويعيده مرة اخرى للنادي مرة تانية في الانتقالات الحالية مفيش بقى كلام كبير جدا عن ان بيرامدز دايما بيخش مع اللعيبة المستهدفين يعني مثلا بيرامدز والزمالك بس قبل ما نروح لبيمز خلينا نعرف الزمالك ابرز صفقات التانية ممكن تكون ايه لا ابرز صفقات التانية باستثناء بن شرقي مفيش صفقة على الورق تم التفاوض عليها او تم جس نبض فيها اي نادي او اي وكيل لعب باستثناء بن شرقي طب طارق حامد ايمام عشور ما انا كنت هقول لحدك بالنسبة لطارق حامد طارق حامد عودته هتكون اذا كان نادي الاتحاد السعودي ووصل معاه للمراحل النائية هو بيقال النادي الاتحاد جدة انا هتتعاقد مع طارق حامد ده ده مش حقيقي هو لم ينهي التعاقد حتى اللحظة هو الامور كلها متوقفة على التقرير الفني اللي هادمه نونو سنتو هل فيه احتياج لطارق حامد مع كانت ولا لا خصوصا طارق حامد قدم مستوىات عظيمة جدا فاذا كان او قدر لطارق حامد انه يرجع مصر هيبنادي الزمالك اكيد امام عشور الوقت الحالي ده امر مستبعد ما اعتقدش انه هو عايز يرجع في الوقت الحالي خصوصا انه بقى فيه مرونة كبيرة جدا من المدرب وبقى كمان فيه كلام عليه في الصحافة الدنمركية انه هو كمان هيبتده يعتمد عليه في الوقت الموسم الجديد طب فيه كلام بيتقال انه احمد فتوح راح الاهلي هل ده بجد ولا كلام سليم ولا مش مظبوط وشعر طيب انا هقول لحريرك الموضوع ده بشكل ملخص جدا احمد فتوح لو يجي الاهلي يجي بعد نهاية عدو في 2024 بعد نهاية الموسم المقبل طب بش معنى لان نادي الزمالك عمره ما هيبيع افضل لعب موجود عنده في الوقت الحالي للمنافس المباشر بتاعه احمد فتوح المفروض انه يحق ليه التفاوض مع اي نادي بداية من يناير اللي جاي لكنه الامور كلها على الورق صعب جدا نادي الاهلي هيدخل في المفاوضات مع نادي الزمالك بشكل مباشر هو هدف حيوي خليفة شرع العلي معلول العلي معلول عفوا جمهور الاهلي كله بيحب وشايف فيه كمان بما انه هو الزهير الايصر الاساسي المنتخب مصر وعندنا نضرة كبيرة جدا في المركز ده فاعتقد ان النادي الاهلي لو هيتفاوض مع نادي الزمالك على احمد فتوح ده ده مستحيل احمد فتوح لو هيجي النادي الاهلي هيجي بعد نهاية عدو في نهاية الموسم الموجود بس هل هو اصلا هل فتوح اصلا حابب يروح الاهلي ولا زي ما بنسمع ان هو زمالكاوي جدا هو وعلته واهله وكده تمام وما فيش حاجة لها علاقة بالانتماء حالين في الكرة المصرية لو حضريك متابعة الوسط الرياضي بشكل كبير جدا اتلاقي ان حضريك الانتماء الرياضي ده بش موجود انا ليه دايما مركز الاساسي الامور المادية هكون منتظمة انا بلعب بشكل مستمر المدير الفني عايزني الادارة بتدعمني كل ده كمان خلي بالحضريك احنا بنتكلم على النادي الاهلي يعني مش بنتكلم على النادي هو رايح ليه مالوش ظهير جمهير كبير لكن احمد فتوح لما يجي النادي الاهلي هو عارف انه هيقدر يفوز بالبطولات هيكمان كمان هيحافظ على مركزه بشكل اساسي الدعم الاعلامي الكبير من الموجود على مستوى الاعلامي المصري من الجمهور الاهلاوي كمان ده هيكون فارق بشكل كبير جدا في المفاوضات طب انسحاب السعودية من الملف المشترك بين مصر واليونان لتنظيم كاس العالم 20-23 اقتراب بقى كمان ملف اسبانيا والبرتغال والمغرب من الفوز بتنظيم ده اسكى قرار خديته الحكومة السعودية على فكرة الفترة فتت او الحكومة الرياضية السعودية تحديدا ليه ترى ايسا لان الملف الاسباني المغربي البرتغالي هو اقوى ملفه موجود في الفترة الحالية هو هيفوز بكل يعني بكل التواقعات هو هيفوز يعني هو الابرز خصوصا كمان وجود البنية التحتها القوية جدا في اسبانيا على مستوى ان احنا هنقول مثلا على ملعب باريال مدريد لان ملعب برشلونة اللي كان هيتلاب عليه وبعد كده تشال بعد كده ملعب فالانسيا كل الملعب حتى الموجودة في البرتغال ملعب بورتو ملعب سبورت انجليش بونا عندهم بنية تحتها قوية جدا في نفس الوقت المغرب لكن وجود الفكرة ان الدولة السعودية محتاجة او المملكة السعودية محتاجة انها تخش على التنظيم اللي بعده عشرين اربعة وتلاتين برضو بنفس الفكرة بالملف المشترك مع مصر وانها هتكون افضل بشكل كبير جدا خصوصا ان فيه نقطة جوهرية في الموضوع ده ان الاتحاد الدولي بيشاهد الشرق الاوسط بطلتين كاس عالم في زمن قليل اوي كده ايوة طبعا يعني دي نقطة مهمة جدا بس يعني احنا مستغربين لانه السعودية بقالها فترة شغالة بقوة على ملف الرياضة بتعمل فكرات بتعمل صفقات عظيمة وكمان كطر يعني عندها طبعا ملعب قوي جدا وكمان كطر يعني عملت تنظيم هاي في كاس العالم الفيت فده اكيد يشجعهم ان هما ينظموا حاجة قوية عظيمة بالضبط عشان كده هما اختاروا ان هما يروحوا للتقديم على الملف اللي بعده وليس الملف الحالي الملف الحالي يتنفس عليه الارجنتيني وبراجوي وارجوي وتشيلي ومع الملف الاسباني المغربي البرتغالي فهم شافوا انه او توقعات او ان حتى مثلا ان هما يكونوا قدروا يجسوا النبض من الاتحاد الدولي يشوفوا انه ملف اللي ممكن يكون اقرب اذا تم تقديم الملفات المشتركة طيب خلينا كمان نروح لحيلة نادي الزمالك لحل مشكلة الحاجزة على حساباته طيب نتكلم اكتر بقى على النقطة دي طيب هو بس للتوضيح هو نادي الزمالك عنده مديونيات الاتحاد الكورة بخصوص فترة الانتقالات او الغرامات اللي كان بتوقع على الفرقة فنادي الزمالك لجأ للحيلة دي واعتقد ان احمد حسن ميدو هو السبب في الجزء دي او هو او المستشار المتضمنصور ان دي عقلية يعني ممتازة انا شاف ان نادي الزمالك قدر فيها انه هتخطى ازمة كبيرة جدا هي حجز الحجز على ارصادة النادي او حسابات النادي يعني خصوصا في بعض الاشخاص ليهم فلوس عندنا الزمالك نادي الزمالك اتفع مع اتحاد الكورة لانه هو الفلوس كلها تتحول على حساب اتحاد الكورة وفي نفس الوقت يحق الاتحاد الكورة الحصول على 15 مليون جنيه عن كل فترة انتقال او المديونيات اللي متأخر عليهم ده هيخلينا نادي الزمالك انه يقدر يحصل على المبالغ المتأخرة ليه من الاتحاد الافريقي نظير مشاركته الافريقية اللي فاتت او الصفقات اللي هو ابرمها او اللعيبة اللي باعت من نادي الزمالك خصوصا ان نادي الزمالك هي الازمة الوحيدة اللي موجودة عنده في الوقت الحالي هي الازمة المتعلقة بالأمور مالية فهي حيلة ممتازة جدا اذا قدر لها ان هي يتم تنفيذها على الارض الواقع نادي الزمالك يستفيد بشكل كبير جدا خصوصا انه ما فيش اي حد ليه زي المواند او او اي حد من الناس اللي يوم فيلوسة عن نادي الزمالك يقدر ان هو ياخد الفروز دي من اتحاد الكورة تحديدا ان ده حساب خاص بالاتحاد طب امريكاة وبقى العالمي وتنقل لعيبة بين الاندية وكده عايزين نتكلم عن ابرز السطاقات اللي تمت الفترة دي ولا هنشوفها الفترة اللي جاي تمام هو لو بالنسبة على الاندية الاوروبية تحديدا يعني هو ما فيش لا كلام يعلو في الوقت الحالي عن صفقة مبابي مبابي كل الناس عارفة ان باريس سان جرمان عايز يتخلص من مبابي في الوقت الحالي خصوصا كمان المشاكل اللي حصلة ما بين النادي وما بين اللاعب بعد الاعلان عن انه بيش ناوي يجدد عادو يعني المشكلة كلها بدأت من بداية المفاوضات السنة اللي فاتت بعد تجديد عادو تحديدا ان هما خلوا خيار التمديد في يد مبابي نفسهم يعني دي حاجة صعبة جدا ان النادي يرضخ للاعب فاعتقد ان امورها تكون افضل نوعا ما لريال مديد خصوصا ان ريال مديد اصلا شايف ان مبابي هو ابرز اسم موجود في السوق وكمان ابرز صفقة ريال مزريد ممكن تتم على المدار العشر سنين اللي جايين فبدأ التفاوض بشكل مباشر مع بريس سان جرمان وان الامور كمان وصلت لأكتر من 150-200 مليون يورو فاعتقد ان بريس سان جرمان مش هيكون خسران كتير جدا لو وافق يعني ان مبابي يرحل فلسفة الحالية عكس ان هو يسيبه لسنة اللي جاية يرحل مجانا يعني اما على مستوى الانتقالات بقى اللي بتتم في الدوري السعودي لو حارك بتتكلم علي يعني انا شاف ان السعودية بتستنسخ الفترة الزهبية برضو للدور الصيني لو حارك تفتكري من سنين كان الدور الصيني برضو وجهة مميزة جدا لكل لعيب الصف الاول في اوروبا وحتى الصف التاني في اوروبا او اللعيبة اللي قاربت على ال 33-34 سنة ان هم يروحوا كمان الدور الصيني هتبقى مشاكل كبيرة جدا على مستوى الرواتب الخالية اللي هم يدفعوها للعيبة او على مستوى التعقدات لان هي بملايين الدولارات او اليورا او الاسترلينيا او ايا كان العملة يعني فاعتقد ان هي وجهة العملة واحدة في الاخر متوقع ان هي مش هتكون نكحة بشكل كبير جدا اذا كانت الامور المادية صعبة جدا في المملكة العربية السعودية احنا بنتمنى التوفيق للجميع وطبعا يعني الاندية المصرية اولا بنشكر حراك شكرا جزيلا لأستاذ محمد نجيب الناقض الرياضي شكرا لحراك وشاهدينا خلصت فاكرتنا الاولى هنسيبكوا ان شاء الله مع فاكرتنا التانية فاكرة مسجلة من قلب سيناء خلصت حلقتنا وهنختم بفاكرتنا التانية وشوفكم ان شاء الله بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة بنامتكم سبا حلوة اشتركوا في القناة